بخصوص تداعيات القرار الأمريكي بشأن إعلان القدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة واشنطن إليها اجتمع اليوم مزراء الخارجية العرب في عمان ضمن تحرك عربي لدراسة ما يجب أن يتخذ من خطوات وإيجاد حل يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة نعلم جميعا أن الجانب الفلسطيني لديه موقف ونعلم أيضا أن القرار الأخير للمجلس الوزاري قال أن الولايات المتحدة وضعت نفسها خارج إطار التسوية هذا أمر في غاية الأهمية وفي غاية الحيوية وموضوع محواري عبر وزير الخارجية الأردني عن تمسك الأردن بموقفه الثابت حول القضية الفلسطينية بأنها القضية الأساس ومفتاح السلام بالنسبة للعربي جميعا جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين حفظه الله الذي استقبل أعضاء الوفد وأكد مركزية القدس القضية الأساس بالنسبة لنا عربا مسلمين ومسيحيين ومفتاح للسلام في المنطقة أي أن لا أمن ولا استقرار ولا أمان في المنطقة من دون حل يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران 1967 تضمن الاجتماع القضايا الحياتية التنموية حيث أكدوا على أهمية قضية اللاجئين بعد تهديد ترامب بقطع المساعدات عن الفلسطينيين مواصلة الخطوات للتحرك مع المجتمع الدولي ومع المجتمع العربي لإفشال هذا القرار وأيضا تخفيف الضغوطات والتهديدات عن السلطة الفلسطينية وعن الشعب الفلسطيني لأن اليوم يواجه تهديدات أمريكية من الرئيس الأمريكي أيضا بقطع المساعدات فلذلك الموقف الدولي الصلب يحاول العرب الاستثمار فيه في المرحلة المقبلة اجتماع اليوم ليس الأخير حيث سيجرى اجتماع في 30 كانون الثاني الجاري على مستوى وزاري موسع وأيضا القمة العربية في آذار سيكون موضوع القدس ومقدساتها على رأس الأجندة ضمن هذا الحراك العربي أنهى وزراء الخارجية العرب اجتماعهم اليوم في العاصمة الأردنية وكان اجتماعا تنصيقيا تشاوريا لتنفيذ ما كلفوا به بعد قرار الجامعة العربية للعمل على الحد من التبعات السلبية لقرار الإدارة الأمريكية بإعلان القدس عاصمة لإسرائيل والتأكيد على بطلان هذا القرار وأيضا الإبقاء على العمل مع المجتمع الدولي لتحقيق ذلك إيمان عبد, Orient News, عمان